أولاً أبناً نتكلم عن الفتوى نتكلم أن ربنا سبحانه وتعالى نسب الفتوى إلى نفسه سبحانه وتعالى قالوا ويستفتونك في النساء قل الله وفتكم فيهن ويستفتونك في الكالية قل الله وفتكم فيهن إذن الله تعالى سبحانه وتعالى سجل في الكتاب العظيم أنه هو الذي يفتي الناس في بعض المسائل أو في بسائلها ثم كلف النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل القرآن بالبيان وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له فالبيان في مختلفة فيها مهمة الأنبياء ثم أخذ الله تعالى الميثاق على أهل العلم أن يبينوا إذا أخذ الله الميثاق الذي نؤثر الكتابة لا تبين أنه لناس ولا تكتمونه نعم بل إن هذا الكتمان إيبا لا تبين أنه يبينون إيه يعني البيان في أغلب الكتاب في مختلفة هو اكتبر منه مش بين البيان في مختلفة فيه البيان فيما لا يعرفه الناس وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول أمل منهم لعلمه الذين يصنبغونه عالش أصنع سمحولي أنا هاطعكم كثير في الحالة تحديدا ماشي لا تبينونه للناس ولا تكتمونه وممكن عالم يعرف الحقيقة ويعلمها ويعرف الحكم الشرعي الصحيح ويكتمه أو يبدله طبعا في بعض العلماء وبعض الرموز وأحيانا بعض المؤسسات بتفعل ذلك وتسقط في هذا الموضوع ولا يبين وربما حتى إن بيان الحق بعد موعده ليس بيانا فهو إضلال ثم تأخير البيان عن وقت الفياد نقطة نقطة تانية إن الكتماننا بتعجب إن ربنا سبحانه وتعالى توعد من كتم البيان بأن أفتى بغير الحق أو بيان بيانا غير صحيح أو كتم الصدر بالحق عقوبته ربما أشد من عقوبة ترك الصلاة في القرآن إن يكتمون ما أنزلنا من البيانات الهدى من بعد ما بيانناه الناس سبحانه وتعالى يقف في سلطة البقرة أولئك يلعنهم الله وإلعنهم الأعنون إذا كنتون ما أنزلنا بيانات الهدى من بعد ما بيانناه الناس في كتاب أولئك يلعنهم الله وإلعنهم الأعنون هذه العقوبة لم تسكن حتى في ترك الصلاة إذن عدم البيان كاليسة ضخمة جدا برضو معليش قدام الآية دي الذي يكتم العلم الصحيح ومؤتما عليه يعني هو عالم ويعرف العلم الصحيح والحكم الصحيح لكنه يكتمه طمعا أو خوفا رغبا أو رهبا ربنا سبحانه وتعالى قال يلعنهم الله ماشي دي مفهومة عقوبة أخروية إنما ويلعنهم اللاعنون يعني حتى الناس لا يحبون هؤلاء ولا يحترمون هؤلاء كأني أفهم من الآية كده وأفهم منها كذلك أن اللعن في الدنيا وفي الآخرة أن اللعن في الآخرة لمن أضلوهم فيلعنوا بعضهم بعضا في الكتاب ربنا سبحانه وتعالى يلعنوا بعضهم بعضا وقد يكون اللعن للمظلومين الذين لم يأخذوا حقهم في الفتوى أو لم يصدع لهم بالحق أو لم تصدر الفتوى بحقهم أو تم الغش في إصدار الحكم لهم أو لا يلعنهم أو أمر الثالث أن الله تعالى ينزع محبتهم من القلوب فيلقي بغضهم في نفوس الصالحين فتلعنهم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أنتم ألسنات الله في الأرض أنتم سهداء الله في الأرض طيب كأن